التغيير في هويات أصحاب هذه المقاعد والطابع السياسي العام داخل قاعة مجلس الشعب المصري قد يراه البعض العامل الحاسم في تظهير وتكثيف اللقاءات بين ممثلي الإدارة الأمريكية وقادة تيار الإخوان المسلمين في مصر رأي يتمتع بحجج كثير غير أن أراء أخرى هنا في العاصمة الأمريكية تتحدث عن وجود خيار بتعميق التعاون بين الطرفين لا حتمية أملتها نتائج الانتخابات من المهم وضع اللقاءات هذه في سياق محاولة الإدارة الأمريكية منذ سنوات عدة تواصل مع تلك الحركات الإسلامية والتي لم يتم توسيعها حرصا على عدم استفزاز نظام مبارك أندا مع زوال هذا النظام زالت معوقات التواصل وأظن أنه خلال زيارة بيرنز الأخيرة تم وضع اهتمامات واشنطن على الطاولة دعم مكافحة الإرهاب حماية الأقليات وحقوق الأفراد واحترام المعاهدات الدولية وبين محذر من حتمية تجاوز الإخوان لهذه الخطوط الحمر وإن بعد حين وقائل باستحالة ذلك نظرا لما تمليه ضرورات الحكم وأدواته يركز المنظرون لهذه العلاقات في واشنطن على إبراز مدى أهمية مشاركة الحركات الإسلامية في الحكم في تقويض ومحاصرة تنظيم القاعدة سياسيا ومن جهة أخرى قطع مراحل مهمة في الصفحة الجديدة التي قال الرئيس أوباما في خطابه الشهير في القاهرة إنه فتحها مع العالم الإسلامي وما لهذا من إيجابيات ثقافية حضارية كما اقتصادية على المنطقتين ورغم تدعيم هذه النظريات بكثير من الحقائق فإن البعض هنا يرجح أن يكون خيار الإدارة الأمريكية التقارب مع تيار الإخوان المسلمين واحدة من أكثر النقاط الساخنة في المواجهة الانتخابية الرئاسية المقررة خلال أشهر قليلة فكثير من ساسة الحزب الجمهوري ينظرون بقلق إلى المتغيرات الاستراتيجية في الشرق الأوسط ويقولون بخطأ سياسات البيت الأبيض في المراهنة على تأقلم الإخوان مع قواعد الحكم وعليه يرى بعض المعنيين ضرورة اتخاذ تيار الإخوان لخطوات استباقية إن أرادوا العمل مع إدارة جمهورية في حال وصول مرشح هذا الحزب إلى المقر الرئاسي المفارقة أن الإخوان المسلمين عمليا لن يسرعوا في مسألة التطبيق العقائدي الجامد هم أيضا مرحليين لذلك سيكون هناك قناعة أكبر لدى الإدارة الأمريكية أن الإخوان المسلمين سوف يغيرون ولكن هذا الحراك الإخواني هو ليس من أجل التعديل في نمطهم ليتحولوا إلى علمانيين هو كسب للوقت لكي يتمكنوا من تطبيق أجندتهم أنا أقول ما يمكن أن يقنع المراقب في واشنطن بأن الإخوان يتغيرون هو انعقاد مؤتمر تأسيسي آخر دعوات وخطوات تبقى للتطورات الانتخابية المحلية والسياسية الإقليمية أن تسقلها بدءا من التوتر مع إيران وليس انتهاءا بتواصل مسلسل ثورات الربيع العربي ولكن وليس بعيدا عن هذا يتساءل البعض إن كان الليبراليون العرب سيواصلون دفع فاتورة بقائهم في صفوف المعارضات مع تغير صفوف الموالد رأى تفقيه لبرنامج اليوم على الحراء واشنطن